يعني هنا حتى شادي بركات باعت رسالة من المشاهدين بيقول من برسعيد ده مرض من النوع السادي ده مش فن هو مش سادي لان انا في الحقيقة انا عكس الدور وهاته شادي نفهم وجهة نظر وتفضل العكس الدور اللي انا لعبته تماما انا مش حد سادي بالعكس انا بكره كل انواع العنف وضد كل انواع العنف بس انا فعلا كان الموضوع متعب ليا نفسيا متعب نفسيا ان انا اروح سواء بروفات سواء العرض نفسه لانه صعب انك تكون بتجلد بني ادم صعب جدا يعني انا اسهل لي ان انا كنت اجلد من ان انا اجلد اسهل بكتير لان احنا احنا في المجتمع ده متعودين على الالم لكن انك توجه الالم ده صعب جدا طيب مش في المجتمع في الحقيقة متني اه سماع بعض الناس ممكن يقولوا ما خلاص سماحت جلد تهيت جل لكن هل ده وصل الفكرة هل ده سيوقف جلد المرأة ستظل تجلد بالمفاهيم العنصرية والمجتمعية المختلفة يعني لكن كمان كان فيه قصود جلد عليك يعني فانت بتقولي مش مشكلة طالما الفكرة هتوصل حاسة انها وصلت بالفعل يعني انا مقدرش اقول النتيجة عاملة ازاي انا اللي علي ان انا اعرض القضية واقول للاخر الزاكر او الجاني ان هو ده تأثيرك الحقيقي في حياة الانسة او الاخر فهل انت موافق انك تكون يكون ده تأثيرك يعني انا دوري ان الاخر يطرح تساؤلات وهو اللي يوجد اجابتها اه سوري او دور العمل بتاعي ان انا اطرح تساؤلات بس والمشاهد هو اللي لازم يحل اجابتها وهو اللي يوجد لنفسه القيمة دي لكن ما اقدرش اقفل اخر اقول محاضرة اقول لي جماعة ده احنا هو هو شايف الموضوع مؤلم ازاي فهل انت موافق ان يبقى ده استمرار اه تأثيرك في حياة الاخر ولا لا اعتقد ان لو حد راجع نفسه وحط نفسه مكان الراجل انا عشان كده كنت يعني جبت الراجل هو اللي جلد في المرة التانية طب نشوف كده لو عندكم مشاهد تانية لجلد سماح في مشاهد كربيج مختلفة انت بتقولي اه فعشان كده ابن الراجل هو اللي جلد في المرة التانية انا عايز اقول له لو انت ده يعني انت مش هتستحمل القلم ده فازاي راضي لغيرك ازاي راضي ان انت تعمل ده في الستة اللي معيك فالمفروض انه ده يبقى لي نتيجة معي يعني طيب اه سماح انا بشكرك وطبعا اله ممكن يكون البعض يتطفق معك بالفعل على ان المرأة تجلد يوميا بالعنصرية بالمفاهيم المجتمعية السائدة احيانا بالفتاوى الدينية التي لا علاقة لها حتى بالاسلام احيانا ببعض التفسيرات الخاطئة لمفاهيم زي مفهوم القوامة يعني البعض بيفصروا حتى بما يغتال المرأة وصلت ده بالجلد الحقيقي انت هنا وانا بيفكوني في الاخر بيفكوكي اه وهنا يعني في عملية انا عايزة بس ترد على موضوع السادية ده لانه هو اتوجه لنا كتير بس السادية هي ما اقدرش اعترف هي مرض ولا لا ما اقدرش اصنفها في كده هو مشدوري اصنفها كمرض يعني بس السادية بتمرس بمنهجية بغرض المتعة بيبقى ليها شروط وليها اتفاقات ده فيه شروط مش متوفرة في العرض ده لان ده ما بيمرس بمنهجية احنا مش ده نمط حياتنا بالعكس احنا اغلبنا ناس يعني في منظمات ليها علاقة بالسلام والتسامح والحاجات دي ومش بغرض المتعة خالص لان احنا كنا بنتقلم وبعد العرض اول ما الهدف ده يخلص احنا ما نقدرش نستقبل ضربة واحدة بعد كده فبالعكس ده مش سادي طب الرسالة يا جماعة يعني اطلب منكم رسالة اللي قلسق يعني مطلوب او انزل تحت اعمل اتصال انا فضل اه كنت بقول انه هو النوع ده من الفن هو هيختار طريقة عرضه حسب فكرته وحسب خبرات الفنان يعني ده ما هو ده مختلف عن مصرح في كده ان الفنان تقدر تقوله لا انت كنت ممكن تلاقي طريقة تانية لا ده تقيل شوية عن مصرح لكن البرفورمس لا ما تقدرش تفصله عن خبرة الفنان وعن مشاعره وعن تجربه وعن فانا دي مشاعري وبتجربه ليه ازايفها طب انا بوريك اللي انا بحس بيه زي ما هو ده اللي انا حساف اه بس 100 جلده هو 100 ليه هتبطيت هتحول القضية الى انه التعاطف مع سماح اللي هي بتجلد اوكي ما انا عايزك لكن هلو تعاطف مع المرأة لانها تجلد هتبقى ما هو انا هنا المرأة مش يعني انا مش حبيب لي غير المرأة بالزبط اه انا هنا سماح اللي هي مرأة في الاخر يعني انا دي مش تجربتي الشخصية دي مشاعر بتماس مع مشاعر ستات كتير جدا يعني طيب استاذ شادي بس عشان هو اللي بعت لنا رسالة على حكاية السادية دي من بور سعيد استاذ شادي قلن بيك استاذ شادي سمعني طيب اه محمد انا بشكرك ألف شك شكرا لك سماح ألف شك لعل الفكرة تصل نعم اتفق معاك في انه المرأة تجلد يوميا بمفاهيم مختلفة عبرتي عن ده بجلد حقيقي فيك ما فيك طبعا من الام ومن ضربات على الجسد بسبب الكرباج اللي احنا شفناه ده اللي يعني اه انما الهدف طالما هدفك بتقولي ده فن الاداء لتوصيل اه هدف معين بعد الفاصل حنكمل معاكو قضية اله شكرا للمشاهدة